الإيران ما عندها طائرات الطائرة السورية و تنقل هاي المواد ليش تنقلهم طائرات عراقي؟ ليش؟ ليش العراق حا يطناسي العراق حا يطناسي وهاي على مود أموال طمع و اكم اهم احد السياسيين مسوي له شركة من نقل بري يهم ينقل شاحنات سياسة عنده شركة نقل بري؟ نعم عنده شركة نقل بري وينقل شاحنات وينقل ممنوعات من اجل الاموال نعم ينقل كل شيء فلذلك هاي الأمور كلها خطيرة تهدد أم من بلد هذه خطيرة تتحدث بها نقطة خطيرة سياسية ينقل ممنوعات ينقل كل شيء يعني عندهم شركة نقل بري شوف باوح شو ماذا رئيس كتلة بالنقل 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 الإجور معروفة ستندر عالميا بس من أنت تريد ضربة عالية ويريد واحد يربح بسرعة ويريد العشرات الأضعاف يربح يشتغل بالممنوع يشتغل بالممنوع والتهريب لأنه هذا الأمر يسهل عليه أرباح عالية بفترة قصيرة وهذولي يعني الجشع ما أخذهم والطمع ما أخذهم فلذلك يعني دي أثر على البلد وسياسة البلد الآن الخطوط الجوية تأثرت بهذا القرار إيه هو لذلك كان سيلك شنو راح يكون التأثير العام على خطوطنا الجوية سلطة الطيران سلطة الطيران أيضا مهددة بالعقوبات مهددة بالعقوبة؟ قبل شوف أنت أرجع تغريدة إلى 23-11 طلح على التويتر 23-11 كتبت الحضر سوف يتمدد على الخطوط لأنه مدير الطيران السابق أبلغ رئيس الوزراء قدم له تقرير كاذب معلومات غير صحيحة أنه راح يرفع الحضر وأن الأمور جيدة أنا استغرب يعني رئيس الوزراء يعني من أنت معين واحد ما يفتهم شيء بهذا الاختصاص ويقدم لك تقرير ويشرح لك وتتستمع له يعني هذا الشيء مثل الآن واحد يجيب لواحد شهادة مزورة وشذب ويعينه طبيب هو مو طبيب ويتمره ويروح يحالج عدة صدق يعني ما يصير أنت الصدق هاي يعني هو من جدت هاي المعلومات اللي هو ما مشتغل دقيقة واحدة بالطيران المدني